اهلا بكم في الاول من حزيران القادم سيبدأ العمل في تنفيذ نظام تنظيم ممارسة الانشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي والذي اقر في الاول من كانون الاول الماضي مانحا مؤسسات التعليم العالي والعاملين فيها مهلة 180 يوما للعمل بالنظام النظام اتاح للطلبة ممارسة التوعية والتفقيف الحزبي وتشجيع المشاركة الطلابية بالعمل العام وبالانتخابات التي تنظمها مؤسسة التعليم العالي لمجالس الطلبة او الاتحادات او الجمعيات او النواد الطلابية فيها وغيرها الكثير بعد مرور نحو نصف المهلة نسأل في جلسة علنية ماذا انجزت مؤسسات التعليم العالي في تنفيذ نظام تنظيم ممارسة الانشطة الحزبية الطلابية وماذا انجزت من اجل مشاركة الطلاب في العملين الحزبي والسياسي هل عملت على تعديل تعليمات اتحادات الطلبة وهل عدلت الانظمة والتعديلات الصادرة عنها والتي تتعارض مع احكام هذا النظام وما الدور التوعوي الذي تقوم به الجامعات والهيئة المستقلة للانتخاب اسئلة وغيرها اطرحها على عميد شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية الدكتور صادق شديفات اهلا بك دكتور صادق اهلا وسهلا فيك كما اطرحها على عميد شؤون الطلبة في جامعة اليارموك الدكتور محمد خلف الذيابات اهلا بك يا دكتور محمد اهلا فيك وارحب برئيس قسم تمكين الشباب في الهيئة المستقلة للانتخاب السيد علي جنيدي اهلا بك سيد علي اهلا فيك كما أرحب بكم أنتم طلبت جامعة اليرموك وغيرها من الجامعات أهلا وسهلا بكم واسمحوا لي أن أبدأ مباشرة مع الدكتور محمد ذيابات دكتور محمد أنتم في جامعة اليرموك ماذا أنجزتم حتى الآن في تنفيذ نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسساتكم نعم سيدي بخصوص تعليمات العمل الحزبي بدأنا مبكرا كما تحدثت أو كما أسلفت قمنا بمراجعة تعليمات اتحاد الطلبة في جامعة اليرموك لعام 2022 وهناك كان في بعض المقترحات والتوصيات من خلال اللجان المشكلة بالتشاور مع الجسم الطلابي لأن خرجنا بمجموعة من التوصيات تم عرضها على مجالس الحكمة في الجامعة مجلس الجامعة ومجلس العمدة الرؤية بما يخص العمل الحزبي بالنسبة للطلاب كانت كما يلي أنه يجب أن تنسجم الرؤية مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتحديدا فيما يخص تمكين الشباب وتمكين المرأة لذلك الآن بصدد أو بإجراءات تعديل التعليمات بما يتوافق مع الرؤية الملكية مع مخرجات اللجنة الملكية مع نظام العمل الحزبي في الجامعات بالإضافة إلى التعليمات التي سوف تصدر عن وزارة التعليم العالي بخصوص تنظيم العمل الحزبي داخل الجامعة حتى هذه اللحظة أنتم بصدد التعديل أجريتم مشاورات من أجل لكن لم تعدلوا حتى هذه لم نعدل سيدي بسبب أن نحن بانتظار التعليمات التي ستصدر عن التعليم العالي لتنظيم العمل الحزبي داخل الجامعة متى ستصدر بعد مرور المئة وثمانين يوم؟ بعد مرور المئة وثمانين يوم المفروض أن تكون تصدر بواحد ستة إن شاء الله التعليمات بناءًا عليه بكون لدينا خلفية معينة فيدباك معين من الطلاب حول هذه التعليمات بما يتوافق مع مخرجات اللجنة الملكية نظام العمل الحزبي تعليمات العمل الحزبي في الجامعات نخرج برؤية تعليمات للعمل الحزبي في الجامعة بتوافق مع الرؤية الملكية شكرا دكتور محمد دكتور صادق جامعة الهاشمية شو أنجزت نحن في الجامعة الهاشمية حقيقة منذ فترة ونحن نعمل على مراجعة كافة الأنظمة والتعليمات الموجودة في الجامعة الهاشمية سواء كان تتعلق بنظام تأديم الطلبة أو بالخاصة بالأعضاء التدريس أو الهيئة الإدارية بما ينسجم ويتوافق مع نظام ممارسة الأنشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي حقيقة لهذه الغاية نحن حتى الآن بعد أن أجرينا يعني خليني نحكي مشاورات موسعة مع الطلبة لابد أن يكون هناك بالنهاية قرار يتخذ بهذا الموضوع وتم تشكيل لجنة من خلال يعني رئاسة الجامعة كانت بعضوية عميد شؤون طلبة وكان هناك أيضا الدائرة القانونية في الجامعة وبعض عضاء هي التدريس المختصين في القانون ومن يعني خليني نحكي عماد شؤون طلبة وأيضا كان هناك ممثلا عن الطلبة في هذه اللجنة وكان الهدف كما قلنا دراسة كل هذه الأنظمة والتعليمات الموجودة وفعلا تم رفع التوصيات إلى رئاسة الجامعة ليصار إلى مخاطبة الجهات المعنية لأنه عندما تحدث عن نظام هناك لابد أنه هناك إجراءات يجب أن تكون من ضمنها يعني المجلس العمادة التعيين المجلس العمادة أيضا مجلس الجامعة والتعليم العالي ومجلس الوزراء نحن إن شاء الله سيرين على التجاهة الصحيح وقبل واحد ستة إن شاء الله ستكون الجامعة الهاشمية هي جاهزة لتطبيق هذا الأمر طيب رفع التوصيات بما يخص تعديل الأنظمة والتعليمات نعم الآن لأنه إحنا عندنا في بالنسبة أنه في بعض النظام تأديب الطلبة مثلا الطالب إذا كان يمارس الأنشطة الحزبية داخل الجامعة كان في السابق يأخذ عليها عقوبة الآن إحنا بالنسبة لي بالعكس أنا كعمال شؤون طلبة الآن بدي أنا أشجعه على ممارسة الأنشطة الحزبية إمتى رح يطلع قرار به التوصيات هذا القرار إن شاء الله لا يتجاوز هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم سيخرج إن شاء الله أو سيرفع إلى وزارة التعليم العالي للسير بالإجراءات حسب الأصول بهذا الخصوص إن شاء الله طيب خبر يعني إيجاب نعم سيد علي ما أنجزته الجامعات حتى الآن يعني 180 يوم المفروض في ظل ما سمعتم من ضيوفنا الكرام الدكتور صادق والدكتور محمد وبتأكيد أنتم تتابعوا ما تثقون به الجامعات وهناك شراكة يعني أيضا بينكم وبين الجامعات أنتم شو تقيمكم لما أنجز حتى الآن الحقيقة أستاذ سامي أنا إذا بدأ قيم إحنا الهيئة بنعتمد على مؤشرات قياس ومؤشرات معيارية لما يخص ما تم إنجازه للآن يعني إذا بنحكي عن أكيد زملائي طلاب الموجودين في جزء كبير منهم باسمع عن برنامج أنا أشارك اللي تم تنفيذه بداخل الجامعات تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب بنحكي لغاية الآن استفاد 30 ألف طالب طبعا هنا عم نحكي عن شاب وشابة طالب وطالبة موجودين في عنا تقريبا 18 ألف كانوا بتخرجوا من الجامعات الخاصة و12 ألف من الجامعات الحكومية اللي موجودين وعم بتنفذ هذا البرنامج عنا الأسبوع السياسي اللي تم تنفيذه بالشراكة مع الجامعات وأكيد في زملائي لأنه هنا موجودين كانوا موجودين وانتهجنا في نهج تثقيف الأقران يعني نفس الطلاب اللي موجودين داخل الجامعة تم تدريبهم تسليحهم بشرح لهم المفردات والمصطلحات القانونية الواردة بقوانين الأحزاب والانتخاب وهم قاموا بالشرح للطلاب نحكي عن ما يقارب ست ألاف طالب اشتبكوا خلال هذا الأسبوع السياسي مع الهيئة المستقلة كمان في عنا اللي هو ملتقى أنا أشارك كمان فيه تقريبا ما يقارب سبع تلاف طالب وطالبة أيضا اشتبكوا مع الهيئة بموضوع ملتقى الشباب الأول ملتقى أنا أشارك الأول المحاكم الصورية اللي هي بتشتغل على طلبة القانون واللي بتحاول هي تقلل الفجوة ما بين الجانب النظري والعملي ما يخص النزاعات الانتخابية عندما يقارب 1240 طالب من طلبة كليات الحقوق بالجامعات طبعا لا ندعي أن هذا العدد كافي سيد سامي لكن نقدر نحكي أنها بداية جيدة ما يخص الجامعات كهيئة ما تحدث به الدكتور محمد وتحدث به الدكتور صادق ملف الانتخابات بيد الهيئة يرضيكم بحجم الطموح كمؤشرات أرقام زي ما حكيت لك الهيئة طبعا طموحها وتسعى دائما أن نتوصل لجميع المناطق وأضعاف الأعداد اللي ذكرتها لكن المؤشرات لغاية اللحظة أنا بقدر أحكينها جيد شكرا بل نشوف طلاب الجامعات أنا أيوب علاني طالب إذاعة وتلفزيون أهلا أيوب قبل فترة كان المفروض أن يعقد انتخابات اتحاد الطلبة في السادس عشر من آذار وتم ألغاؤها بسبب أن يوجد تعديلات على القوانين وهي المتنفس الوحيد لطلبة الجامعة العمل الحزبي أعتقد في هذا السياق وسؤالي الثاني أو يمكن هو اقتراح لماذا لا يكون داخل الجامعة مساق إجباري أو اختياري اسم الثقافة الحزبية أو الثقافة السياسية بشكل أوسع يعني احنا أغلب الطلبة ما بعرفوا إيش انتخاب وبعد فترة كورونا دخل فوج كبير من الطلبة ما بعرفوا العمل الحزبي وما بعرفوا إيش يعني انتخاب داخل الجامعة وخارجها فإحنا في فترة تعليم داخل الجامعة مدتها أربع سنوات فالمفروض أنه نطلع أو نكون لنا طريقة ثانية في الانتخاب في العمل الحزبي لأنه أغلب الطلبة وأنا أولهم ما عندي أي يعني معلومات كافية عن العمل الحزبي طيب ما قدمته الجامعة الآن وما قدمته الهيئة المستقلة في عندك الإسبوع السياسي أنا أشارك المحاكم الصورية إلى آخره يعني ما كنت أعرف عنها ما اندمجت فيها ما دخلت فيها الأمانة يعني ما بعرف عنها بشكل كبير أنا سمعت عنها بس ولكن ما في إيش مشجع أنه خلوا الطلبة أن تعال سجل أنه لازم أنا بشوف أنه لازم يكون إيش إجباري للطالب إجباري إجباري جامعة مادة إجباري جامعة وتدرس من قبل قسم العلوم السياسية حتى الطلاب بصير عندهم مقدرة على المعرفة عمل الحزبي ويشتركوا فيه أنا بعض الطلبة يعني بيخبروني عن العمل الحزبي وهم منتسبين الأحزاب ولكن الخوف دائما عند الطلبة في الانتساب للأحزاب بيحكي لك أنا أي كلمة محسوبة علي بكرة راح أتعرض لمحاكم أو سجون طيب أيوب موضوع التخوف ربما يتم الحديث فيه يعني عندك نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية ترى بيقول لك يمنع مساءلة مؤسسة التعليم العالي الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة نشاط حزبي مسموح يعني هذا موجود بالنظام اثنين قانون الأحزاب نفسه المادة أربعة بتقول يمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي ويحق لمن وقع عليه أو تعرضه إلى تضييق أنه يلجأ للمحاكم نصوص المواد هاي مرت عليك تعرفها؟ لا وأنا لو اشتركت أو اسمعت فيها أنا بحكي لك ياها أنا رح أخاف أشترك من موضوع هذا عشانه أنا رح أترك الجامعة بعد الأربع سنوات شكرا مساء الخير أنا الطالب سيف زرقان من كلية الإعلام قسم الصحافة سؤالي من شقين هل ستبدأ جامعة اليرموك وهي كانت صباقة والمبادرين في تكريس مبدأ العمل الحزبي والحياة السياسية بما يتعلق في انتخابات اتحاد الطلبة بتخصيص مقاعد للطلبة الحزبيين والترشح فيها بناء على مبدأ القائمة الحزبية الوطنية ومن هنا يأتي الجانب التطبيقي لما بدأته جامعة اليرموك في العملية التوعوية السياسية والحزبية والشق الثاني من السؤال هل سيتم السماح للأحزاب السياسية الأردنية بالدخول إلى مقرات الجامعات الرسمية لشرح برامجها العملية للطلبة ولزيادة الاحتكاك مع الطلبة ومن هنا يأتي طمس مبدأ الخوف أو التخوف من العمل الحزبي نهائيا وهذا ما نرجوه من الجامعات والتي تعمل معنا لحظة بلحظة لتقديم النموذج الأمثل في العمل الطلابي والعمل السياسي والعمل الحزبي وتحية لكم باسم طلبة وطلاب جامعة شكرا ياسيف شكرا يعطيكم العافية أنا الطالبة ماريا العمري طالبة إعلام قسم إذاعة وتلفزيون السؤالي لكم إلى أي مدى سيتم إفساح المجال أمام الطلبة لممارسة العمل الحزبي داخل الجامعة وهل سنرى قيودا مفروضة كما سبق؟ قيود مفروضة مثل شو القيود اللي أنت تخشيها وتتوقعيها هلأ أنا طالبة بدرس على مكرمة الجسيم في الجيش هلأ أنا بمنعوني أنه أنا أنتمي لأي حزب داخل الجامعة وبحكولي إذا أنت بدك تنتمي لحزب داخل الجامعة لازم تتخلي أو تتنازل عن مكرمة الجيش بشكل عام فإنه كونه صدر قانون الأحزاب ليش ما بيش مني أنا كطالب الجسيم أو طالبة مكرمة عسكرية أني أدخل في الأحزاب السياسية كونه أنا كتير بحب أو عندي ميول لهذا الإشي شكرا نسمع يعطيك العافية يوسر فاعي طالب إذاع وتلفزيون أهلا يا يوسر حساب صراحة أنا السؤال هل سيتم السماح للطلبة بتأسيس الأحزاب وتخصيص مقر داخل الجامعة لخدمة الأحزاب الطلابية وأنشطتهم؟ شكرا هذا أهلا آهلا أهلا آهما أنس المشاكل طبعا الآن إحنا إقع دور كبير علينا على ذاتية في غبيب واجبه علمك نفس الشخصية يibility ActNo. تبحث عن المسؤولية في تخوف ما زال بس احنا بدي أسأل شغل او انه اذا في تخوف ليش في برامج سياسية وتم تخريجها للشباب امام الملأ امام لقاءات اعلامية مثل برنامج انا اشارك مثل برنامج ملتقى انا اشارك الان انت اقع على دورك شخصي مسؤولية كبيرة انك تروح تستكشف انه يعني في ملتقى انا اشارك انا ما صح اللي اخضره في الجامعة ولكن احضرته في الهيئة تم مناقشة قانون حتى يعني صار فيه مدخلات ومشاحنات ومناظرات الآن هاي هي النقطة الاهم شكرا لكم انس نظام تنظيم مبارسة الانشطة الحزبية الطلابية مر عليك اكيد قرأته اه بس مش حافظ النصوص طعام طيب في انطباع عام عن هذا النظام عندك في مثل مادة رقم اربعة انه يتم الموافقة يتم الحصول على موافقة خطية من قبل الامادة لتنفيذ النشاط الحزبي داخل الجامعة الآن الاسف في بعض الطلاب يحكي انه لما مثلا بدي اقدم على نشاط حزبي داخل الجامعة وما تم الموافقة عليه او كذا يصغروها او يفسروها بصورة انه تم عرقلة هذا الشيء ولمانا تم عرقلة هو يتم تنظيم هذا النشاط الحزبي وذلك لانه احنا في صرح تعليمي حتى يتم لمصلحة الطلاب كاملة ما هو ممكن واحد يرد عليك يقول لك انا شو بضمن لي انه من اجل مصلحة الطلبة ليش ما هو ما يكون الموضوع مقصود فيه اللي بضمن لك التالي احنا عندنا اكثر من حزب هسر كل حزب ايجا بده يعمل نشاطه بدون تنظيم يعني عفنا على المصطلح بصير مامعة بصير فوضوية واحنا هذا الشيء لا يتوافق من مصلحة الطالب لازم يكون فيه تنظيم حتى يتم انه الامور كلها تمشي فيه سلاسة شكرا محمد النواطير طالب سنة ثالثة قسم الصحافة اهلا منتمي لحزب عضو مؤسس بحزب المثاق الوطني يعني الحكاء الزميل انه طبعا لابد كل طالب او كل اردني باهتم لوطنه ولسياسته ولتوجيهات جلالة الملك ان يبحث حول هذه الانظمة الناظمة سواء كانت في الجامعات او خارج الجامعات وينتسب الى تلك الاحزاب التي يعتقد بانها تلبي الطموح وتقوم بدولها الوطني على اكمل وجه يجب ان يبحث عن هذه السياسات ويقرأها ويدرسها جيدا ثم اذا اقتنع فيها ينتسب اليها عودة الى جامعة اليرموك وما تقوم به طبعا مشكورة جامعة وعمدة شؤون الطلبة ما لمسته خلال الثلاث سنوات اللي مضت منذ ان انطلقت توجيهات جلالة الملك التقطت الاشارة وقامت بجملة من الاجراءات التنظيمية سواء على الاحزاب وتدريس الاحزاب حتى داخل القاعات الصفية كانوا الاساتذة والمدرسين يحثوا الطلبة على الانتماء والانتساب والبحث عن الاحزاب التي تلبي الطموح وتقوم بدورها على اكمل وجه الصلاحيات التي اعطيت للعميد تتفق معها تختلف معها ضمن ما ورد فيه نظام تنظيم ممارسة الانشطة الحزبية الطلابية طبعا لا بد من وجود هذه الصلاحيات حتى يستطيع العميد ان يقوم بالسيطرة او يقوم بتوجيه الطلاب بالشكل اللائق والشكل الذي يعني يصب في مصلحة الوطن اولا ويصب في مصلحة الجامعة الثانية ومصلحة الطالب هذولا حزبيين يعني هم مسيسين جايين بيعرفوا ايضا مصالحهم لانه انا اسف سيد ناطور كانت جدل على يعني الاكثر على هذا النظام هو المواد اعتقد اربعة وخمسة وستة باعتبار انه الموضوع لا يختلف كثيرا عما كان بالسابق يعني كل شيء بيد العميد صفا بده ما بده بقدر يفسر هو زي ما بده رح نسمع منهم بطبيعة الحال سيد انا باعتقادي وما بديش اجاوب عن غيب لكن من فهمي لموضوع القوانين والصلاحات اللي اعطيت للعميد لابد ان يكون ذلك كله يصب في مصلحة الطالب اولا ومصلحة الوطن ثانيا لانه اي نظام او اي تعليمات من شأنها ان يرى العميد انه فيها تخريب لا قدر الله وهذا لا يجوز ولا يمكن ان يحدث حتما سيقوم بمنع ذلك النشاط او هذا لكن بالمحصلة التعليمات التي اعطيت للعمداء بشكل عام بالجامعات الرسمية او الخاصة تصب في مصلحة الوطن والجامعة والطالب شكرا روح لضيوفنا اسئلة كثيرة من هب نبدأ من عندك وربما اول سؤال طرح على موضوع تأجيل وليس الغاء انتخابات اتحاد طلبة جامعة اليارموك لماذا التأجيل رح ابدأ من عند الكابتن ايوب طرح موضوع المساق مساق العمل الحزبي داخل الجامعات يعني احنا نتمنى ان تكون رؤية الدولة وفلسفة الدولة بطرح المساق كما هي المساقات الاخرى من خلال الجامعات اللي هو مثلا اساسيات او مدخل في العمل الحزبي داخل الجامعات نتمنى ذلك من جانب تثقيفي وتوعوي وخلينا نقول نفسي كاطمئنان لابناء الطلبة انه يتم طرح هذا الموضوع عودة على اخسامي سؤالي يعني طرحته لحضراتنا بخصوص تأجيل انتخابات في جامعة يروك كما دا حدث سابقا يعني توصلنا مع الجسم الطلابي وعملنا لقات مع كل الكليات وكان في مخاطبات رسمية انه كل كلية رشع عشرين طالب ونلتقي بهؤلاء الطلبة ونعمل حواريات معهم اوكي طلعنا بمجموعة من المقترحات والتوصيات رفعنا هاي التوصيات للمجالس المختصة الحكمة في الجامعة مجلس الجامعة ومجلس العمداء ارتأوا هاي المجالس العليا انه بحاجة الى مزيد من الدراسة وإلى مزيد من التعديل اوكي على بركة الله معنا اي مشكلة بدأنا بالتشاور بدأنا باعادة التعليمات الى عماد الشؤون الطلبة وقررت الهيئة العليا او اللجنة العليا للانتخاب تأجيل الانتخابات الهدف من ذلك اجراء مزيد من الدراسة حول هاي التعليمات بما يتوافق مع الرؤية الملكية ومخرجات اللجنة الملكية بما يتوافق مع النظام العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي وبما يتوافق مع التعليمات اللي اخواننا الطلاب والطالبات طرحوا موضوع آلية العمل الحزبي في الجامعات في النهاية سيكون هاي التعليمات بالتشاور مع الجسم الطلابي وبما يتوافق مع تعليمات وضوابط العمل الحزبي داخل الجامعات طيب قصة الخوف من الانتساب للأحزاب اليارموك ستبدأ بانتخابات متى وهنا تم سؤال بمنتهى الأهمية من سيف تقلت مشاورات مع الطلاب هل لديكم تصور بأن يبقى نظام الانتخاب في اتحاد طلبة جامعة اليارموك وسيجيبنا عليه أيضا الدكتور صادق يكون قريب من قانون الأحزاب هذا ما تم وقائم حزبي وإلى آخره هل فكرتم بهذا الموضوع أن يكون على الأقل من باب التجربة أن نسقط قانون الأحزاب على انتخابات اتحاد طلبة جامعة اليارموك والجامعة الهاشمية نعم سيدي بخصوص أن النظام العمل الانتخابي في الجامعة يتوافق مع العمل الانتخابي في الهيئة المستقلة بالتأكيد سيكون هناك توافق في توأمة بين الهيئة المستقلة والجامعات بخصوص هذا النظام ولكن يجب أن نعي تماما بأن الجامعات هي مؤسسات تعليمية لها خصوصيتها بدرجولة وبالتأكيد أن دور الشباب وتشجيحهم على ممارسة العمل الحزبي هي رؤية ملكية كلنا منسعى أن نعزز هذه الرؤية عند أبنائنا الطلبة بالتأكيد أننا ستكون هناك مساحة واسعة للطلبة وللأحزاب داخل الجامعات ولكن ستكون هذه المساحة موشحة بتعليمات خاصة ستصدر عن مؤسسات التعليم العالي بما يضمن حقوق الجامعة كمؤسسة تعليمية وبما يضمن عمل الشباب الحزبي داخل الجامعة طيب نروح للدكتور صادق دكتور صادق السؤال هذا هل فكرتم بكيف سيكون أنتم بالمناسبة لا يوجد عندكم اتحاد يعني ريحتوا رأسكم نعم نحن بالنسبة لنا حقيقة حتى أكون معكم دقيق بهذا المسألة نحن لحد عشرين قبل الإغلاقات مباشرة كان هناك الاتحاد شغال وكان كل شيء عندنا تمام وكان انتخابات نفطر تكون في شهر أربع عشرين عشرين لكن بسبب يعني جاءت كورونا كانت الإغلاقات ثمانتاشر ثلاث هذا هو الأثر علينا واللي احنا صراحة كمؤسسة تعليمية قبل كورونا قبل كورونا بس من باب المعرفة والله نعم كان موجود كان في اتحاد طلبة نعم نحن بالنسبة أن يمتى آخر مرة كان آخر مرة كان يعني هو حل مباشرة قبل كورونا بفترة حتى نتمكن من إجرافة احنا على اساس أعلننا وبلشنا بدنا نعمل يعني خلي الإجراءات يفترض بشهر أربع احنا انتخاباتنا لكن 18 ثلاث كانت الأغلاقات فتم يعني خلنا نحكي تأجيل هذا الموضوع تمام فاحنا بالنسبة أن الآن ثم جاء بعد ذلك نظام ممارسة النشطة الحزبية فاحنا بالنسبة أيضا ارتأت يعني مجالس الحاكمية في الجامعة الهاشمية مع عماد شون طلبة أن يتم حقيقة دراسة هذا الموضوع بشكل مستفيد قبل أن نذهب الانتخابات وأنا أكد لك الآن بالنسبة أن نظام ممارسة النشطة الحزبية سيكون واحد ستة هو موضع التنفيذ فنحن في الجامعة الهاشمية سنكون إن شاء الله وإذا أردنا أن نجري انتخابات فهي يعني أقول هنا ونحن معكم مع طلابنا يسمعون الجميع إن شاء الله في بداية الفصل الأول القادم بإذن الله عز وجل ستكون يعني الأنظمة التعليمات أيضا التعليمات التي فكرتم بشكل نظام الانتخاب نعم أنا حتى أكون معك صريح بالنسبة أن في الجامعة الهاشمية عندنا أصلا يعني خلني أحكي النظام الخاصة أو التعليمات الخاصة في اتحاد الطلبة هي شبيهة جدا بما هو موجود الآن نحن عندنا في الجامعة الهاشمية قبل ذلك اللي كنا بدنا نجري عليه انتخابات أو أجري عليه انتخابات قبل كورونا كانت عندنا القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الكلية والقائمة النسبية المغلقة على مستوى الجامعة فكان عندنا مقعدين المقعد على مستوى الكلية ومقعد أيضا على مستوى الجامعة كما هو موجود الآن فبالنسبة أننا حقيقة هاي التعليمات سيف يطمح لأن يكون هناك قائمة حزبية الآن أنا مبدئيا أنا أحكي لك هذا الكلام سيكون مش والله الآن أحد الطلبة سأل سؤال كثير مهم جدا نحن عمداء شون طلبة بعد واحد ستة سنسمح يعني الآن للطلبة أنهم يتقدموا بخلينيحكي تنظيم أنشطة حزبية داخل حرم الجامعات بما يتوافق مع نظام ممارسة أنشطة حزبية وهنا لكن لن يكون هناك أنا أحكي لكم لن يكون هناك مقرات للأحزاب داخل الجامعة لكن هناك ممثلين للأحزاب الآن وذلك النظام قال يعني يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي المنتسبين للأحزاب الآن أنا الطالب عندي يعني هو خلينيحكي منتسب لحزب معين الآن يستطيع أن هذا الطالب زمان ما كان يقدر يعمل هذا الشيء الآن نعم حسب النظام نعم يستطيع أن يتقدم لعميد شون طلبة وعميد شون طلبة ليس له اعتقال ليس لنا صلاحيات مطلقة في هذا الأمر أنا مقيد بالنظام مقيد بالنظام بدي الآن الطالب إذا جاب لي كل شيء مطلوب خمس أيام عمل لازم أنا أجاوب عليه وأقول له أنه موافق إذا ما خمس أيام عمل بالنسبة لي ما قلت له الآن مباشرة سيكون حكما موافق على هذا يعني النشاط وبالنسبة إلى الآن أيضا الآن نظام ممارس النشطة الحزبية هو فعليا يعني خلينيحكي ينضم العلاقة بين عماد شون طلبة وبين الطلبة وبين إدارة الجامعة أنا كمان حتى كعميد الآن في إلي مرجعية يعني رئاسة الجامعة إذا أنا موافقت على نشاط وكان هذه الموافقة يعني مسببة لماذا لماذا أنا بدي يعني أخر النشاط أو كذا الآن أو أرفض النشاط لسبة أو لآخر يستطيع الطالب أنه يعني يستذيب لعلاسة الجامعة وهنا رئاسة الجامعة هي التي تبوت يكون قرارها قطعي فأنا يعني هذه المسألة التي حكينا فيها شكرا سيد علي موضوع الجسيم والمكرم الملكي يبدو أنها قصة كبيرة يعني بجعبتكم أيوب علاونة بيقول لك أغلب الطلبة ما بيعرفوش عن الأحزاب المشاكبة حكا عن التخوفات ربما التي تتواجد عند الطلبة هنا وين دور الهيئة في التوعية في الجامعات حول هذا الموضوع يعني وهنا يبدو حتى أيوب بيقول لك يعني هاي البرامج اللي بتعملوها مش كثير ربما عرف فيها فما يتطلب ربما ضخ أكثر لطلبة الجامعات ما يخص التوعية فضل الهيئة زي ما بتعرفوا الهيئة هي جهة منفذة للقانون ونيطئلها بحسب القانون وحسب الدستور هي توعية الناخبين هي ليست وحدها مسؤولة عن التوعية بما يخص ما تفضل في الزميل بأنه هو غير مطلع على الأنشطة يعني أنا عادة الهيئة نشطة جدا سواء كان داخل الجامعة أو خارج الجامعة إذا منتطلع على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة جميع البرامج والأنشطة موجودة هناك صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة برضو كمان باستمرار عم تشرح عن البرامج والأنشطة اللي بتنفذها الهيئة بدي أدعو الأستاذ العلاوني أنه يتوجه لعمادة شهون الطلبة ويسأل يسفسر عن البرامج اللي عم بتنفذها الهيئة بالتعاون مع الجامعة خاصة برنامج أنا أو شارك لأنه أنا بدي أربط موضوع أستاذ سامي موضوع التوعية بموضوع الخوف عادة خلينا نحكي بالمشاركة السياسية بحكي لك إذا كنت أنت بتعرف فأنت حلت نص المشكلة يعني إذا كنت أنت مطلع على الضمانات الموجودة على سبيل المثال بقانون الأحزاب أنه ما فيه أي ملاحقة إليك أو أي شخص بخصك عند انتمائك للأحزاب أعتقد أنت حلت أو أذبت نص الخوف اللي موجود عندك إذا طلعت على البرامج وخلينا نحكي الدورات التدريبية اللي بتم عقدها وصرت بتعرف عن الأحزاب وصرت بتعرف عن المشاركة السياسية أنت كمان برضو هيك رح تذيب جزء كبير من الخوف يعني شو بدكوا أكثر من ضمانات بيمكن سمعتوا قبل أيام التقى جلالي سيدنا مع معالي رئيس مجلس الفوضي الهيئة المستقل الانتخاب ووجه مجموعة من رسائل من ضمنها باستمرار الهيئة بالتواصل مع الشباب استمرار الهيئة بلقاء الشباب طبعا هنا دائما أنا بحب أحكي الشاب المقصود فيه شاب وشابة شو بدك أكثر من هيك ضمانة بأنه أنا رأس الهرم بالدولة الاردنية بيحكي لك روح وشارك القانون بيحكي لك روح وشارك ما فيه أي ملاحقة قانونية بنسبة إليك لكن نصيحة نقدر نقدمها لإلكو دائما عملية القراءة وعملية الاندماج وعملية المعرفة هي أكبر سلاح لمحاربة الخوف بالنسبة لموضوع الانتساب للأحزاب شكرا تسمحون أن نطلع بفاصل فاصل قصير ونعود إليك إذن أهلا بكم من جديد لا زلنا نتحدث عن ماذا أنجزت الجامعات الأردنية على صعيد العمل الحزبي والسياسي نتحدث معكم هنا من جامعة اليارموك الآن اسمحوا لنا بأن نذهب في جولة أخرى من ضيوف طلبة جامعة اليارموك وغيرها من الجامعات الأردنية عدنان شحادي طالب سنة ثانية علاج طبيعي في جامعة العلوم في التكنولوجيا أهلا نحكي شوي عن مخرجات قانون الأحزاب التي صدر أحد مخرجات قانون الأحزاب التي يزيد من صلاحية العميد كيف يزيد من صلاحية العميد؟ في التدخل في شكل الفعالية مش بس في التدخل في الشكل أو في الوقت أو في الزمان حتى كمان بقدر يدخل أنه يلغي الفعالية أو يغير موعدها كمان هذا الإشي بزيد من صلاحية العميد وهذا الإشي توقع ممكن يكون له ضرر واضح على الطلب الحزبيين أو قطط كقوة طلابية بشكل عام ممكن يكون عليهم ضرر لك قده بالنسبة لقانون في بند في القانون مادة ثمانية ألف قانون الحزاب أو نظام تنظيم مبارسة الأنشطة الحزبية؟ نظام تنظيم قانون المادة ثمانية ألف اللي هو استبدال الاتحاد في الجمعيات الطلابية أو الأندية الطلابية وهذا هو تهميش وتقزيم واضح لدور الاتحاد صراحة إحنا مطلبنا أن يكون عندنا اتحاد يحكي في اسمنا أخذنا وعود صراحة كثير من عمداتنا ومن رؤساء أقسامنا يعني بشكل عام من الجامعة أخذنا وعود كثيرة الاتحاد غايب من وقت كورونا وهذا الإشي يسبب مشاكل عدة للطلاب كقوة طلابية وكطلاب حزبيين وكطلاب فاعلين في جامعاتهم معلومة على الهامش صغيرة أنه اتحاد طلب في جامعة آل البيت ملغي من 2013 إحنا ما بنطالب كجامعة واحدة أنا ما بطلع ما بطلع بحكي باسم جامعتي لحال أن بحكي عن كطلاب كاملين في جامعات الأردن طالب رجعة الاتحاد الشغلة ثانية اللي هي كمان قانون تأديب أو تجريم الطالب من شأن هذا القانون لما تزيد صلاحية العميد ممكن يزيد صلاحيته تأديب أو تجريم الطالب أو محاسبته حسب خلفيته السياسية أو الحزبية أو كقوة بشكل عام وشكرا إحنا طبعا بالتأكيد يعني إحنا كعمداء شون طلبة رح يكون عندنا ضوابط هاي الضوابط رح نتقيد فيها من حيث مثلا الوقت والمكان واليوم اللي إحنا بدنا نعمل فيه الفعالية أو النشاط الحزبي داخل العمادة ما عندنا أي مشكلة ولكن هاي الضوابط ستصدر عن وزارة التعليم العالي بتحكم الشباب الحزبيين وتحكم عمادة شؤون طلبة في تعليمات خاصة لهذا الشيء اللي ستصدر بشهور ستة من هون بنحكي لك أنه إحنا بنفس الوقت لا ننسى أنه هذه الجامعات هي مؤسسات تعليمية يجب الحفاظ على أهدافها بالدرجة الأولى كمؤسسات تعليمية بالإضافة إلى تثقيف الشباب وتوعية الشباب وإتاحة الفرصة للشباب بممارسة الأنشطة الحزبية ضمن معايير وأسس محددة دكتور صادق أحب أحكي شغلة يعني هو صلاحيات العميد هي صلاحيات تنظيمية الآن عندما استخدمنا هذا المسرح مثلا الآن لو أكثر من جهة أرادت أن تستخدم هذا المسرح ما لازم هي تقدم طلب أنا أبديها بالساعة الفلانية كذا هي صلاحيات تنظيمية بالدرجة الأساس الشيء الثاني أنا بالنسبة لي أحكي لطلابي في الهاشمية سيكون عندنا إن شاء الله بالنسبة لأندي طلابية وسيكون عندنا تحط طلبة هذا أبدا يعني كما كان لن يعني ما رح نعمل أو لا رح نعمل ثنتين تمام وهذا النقطة مهمة جدا إحنا يعني الآن أنتوا كطلبة من 18 إلى 23 أنتم روافع العمل السياسي وأيضا العمل الاجتماعي لن يكون هناك العمل إذا بدك تشتغل صح سيكون هناك الشيء الأساسي هو من خلال الأحزاب أنا شغلتي اللي هي صلاحيات العميد دائما بين أي شخص وشخص ذاني لازم يكون في حد أدنى من التخاطعات لحد على أساس أنه نتفق أو نمشي عليه بالنسبة لصلاحيات العميد أنا بشوفها من وجهة نظري أنها ظالمة شوي أو قاسية في حق الطالب وممكن الطالب إذا خطأ أو زلزلة ممكن أنه يتأدب من قبل العميد يتجرى من قبل العميد يعني هذا الإشي بخلي العميد زي ما نحكي حاكم إداري وليس عميد شؤون طلبة أبدا أنا أكد لك أنه العميد إن شاء الله بعد واحد ستاء وقبل هو ليس حاكم إداري هو قضية تنظيمية للطلبة أنا بدي أضيف يعني من ينتقد نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية يقول وهنا يتوافق ربما مع عدنان يقول لأنه من وضع هذا النظام هم أكاديميين وليسوا حزبيين بعكس قانون الأحزاب وبالتالي قد يبقى هذا مثار جدل لاحق يعني أنا نور الخطيب من حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أهلا أحب أوجه سؤال الأستاذ علي بدي أسأل شو مدى رؤيتكم لنظام الممارسة الحزبية في الجامعات وانسجامها والاتفاق مع الحركة الوطنية الأردنية اللي بينبثق منها الحركة الطلابية إحنا كلنا بنعرف بالجامعات في عنا قوة وطنية طلابية سواء قوة قومية سواء قوة يسارية إسلامية إلى آخره شو مدى رؤيتكم أو مدى انسجام قانون العمل الحزبي في الجامعات مع هاي الحركة يلي إلها إنجازات وطنية من عشرات السنين في الجامعات وإلها إنجازات كانت تنصف الطلبة من برضا عشرات السنين فأنا أحب أنه أسأل هل هذا الإشي سؤال يتبعه هل هذا الإشي سينهي الحركة الطلابية في الجامعات وإقصارها وتقييدها فقط في العمل الحزبي يعني إحنا بنعرف كلنا في الجامعات في طلبة غير حزبيين وهم منخرطين في قوة طلابية موجودة في الجامعات وإحنا ما بنقدر نحكي إن ننكر هذا الإشي حتى لو إنه هاي القوة أسماءها مش موجودة مثلا بقوة معينة أسماء مش موجودة عند العمادة مثلا لكن هذا الطالب هو ما بدأ يكون حزبي لكنه بدأ يكون في قوة فاعلة في الجامعة شو مدى توافق نظام العمل الحزبي مع القوى الوطنية في الجامعات شكرا ينور شكرا يعطيكم العافية أنا اسمي أحمد الغزاوي طالب بقسم الجغرافية أهلا أحمد سؤالي لسيد علي إحنا هسا فايتين على قانون الانتخاب جديد والجامع مشكور راح تشارك الطلاب في عملية صياحة القانون والتعليم راح تكون مثلا عشان يكون مثلا محاكاة للانتخابات البلدية واللمركزية والنيابية القادمة راح تعمل نموذج للمحاكاة راح تثقف الطلاب كيف مثلا يكونوا مشاركين مع الهيئة يكون أنه يعني نمط غير تقليدي للانتخابات الدائما ونشوفها سؤالي للعمادة إحنا هسا فترة انتقالية هل المؤسسات اللي عندنا داخل الجامعات قادرة على انتقال بهذه المرحلة مع التوجيهات الملكية الجديدة وقانون تنظيم ممارسة الانشطة الحزبية وشكرا شكرا مساء الخير عليكم جميعا عون الخوالدة طالب علاقات دولية ودراسات استراتيجية في الجامعة الهاشمية أهلا وعضو في مجلس الجامعة الهاشمية في الحقيقة نحن بعدما تم إقرار قانون الأحزاب في الأردن بشكل عام استبشرنا خير كشباب والتخوفات اللي كانت موجودة عنا سابقا التغت بما شكنا من الأنظمة والتعليمات اللي كانت صادرة عن قانون الأحزاب في الأردن التخوفات في زملاء اللي كان يحكم من التخوفات كانت موجودة سابقا أنا أعتقد أن هذه المرحلة تخطيناها لأن نصوص المواد كانت واضحة وصريحة بشكل عام بما يتوافق مع صلاحيات العميد اللي حكوا فيها الزملاء أنا أشعر أنها هي صلاحيات تنظيمية وضرورية جدا نحن في الجامعة الهاشمية أنا أحكيte أن في الجامعة الهاشمية عمادة شؤون الطلبة قبل إقرار قانون الأحزاب دائما ما تثقف الشباب في العمل السياسي والمشاركة والنتوات وأنا أحد الطلاب اللي شاركت في كثير أعمال في الجامعة الهاشمية وغيرها داخل الجامعة وخارج الجامعة شكرا شكرا بداية أنا الطالب علميس محمد شنيكات ماجستير إدارة أزمات وكوارث في الجامعة الهاشمية وعضو في مجلس طلبة السابق في الجامعة الهاشمية سؤالي هل هناك آلية تضمن توازن العمل الحزبي في الجامعات بحيث تكون أحزاب وطنية وليست أحزاب عابرة للحدود فقط أي أن يكون للأحزاب أثر إيجابي في الجامعات وأن تحقق أهداف إيجابية من شأنها أن ترتقي في الجامعات شكرا السلام عليكم ورحمة الله عباد الشكران طالب هندسة حاسوب في كرية الحبجاوي وعضو حزب جبهة العمل الإسلامي سؤالي الأول للأخت من الجامعة الهاشمية عندما ذكرت الأحزاب العابرة للحدود إيش معنى هذا الإشي إذا في مجال وسؤالي الثاني للهيئة أستاذ علي أنا كيف بدي أقوم بعملية انتخابية حزبية والطلاب عندي ما عندهم معرفة بالأحزاب وببرامج الأحزاب ابتداء من واحد ستة أساسا سيسمح للأحزاب أنها تقيم أنشطة في الجامعات طب أنا عندي عدد طلاب ضخم جدا والطلاب أغلبهم مش منتمين لأحزاب كما ذكرت كما ذكرت أنت قبل قليل طب أنا كيف بدي أضمن أن الأحزاب توصل برامجها بوقت مناسب قبل انتخابات الاتحاد أو خلينا نقول انتخابات الأندية أو ما نحو ذلك وهل هذا ممكن يأثر سلبا على النتيجة اللي سنطلع فيها في الانتخابات في بعض الأحزاب حاليا مش قادرة على إقامة أو خلينا نقول كل الأحزاب مش قادرة حاليا على إقامة أي نشاط حزبي في الجامعات لماذا هذا آه الآن يعني قبل تاريخ واحد ستة نسمع منك يعني وجهلك سؤال بشكل مباشر بنحب نسمع منك زميلي المقصود في الأحزاب العابرة للحدود هي الأحزاب التي يكون لها برامج ويكون لها خطة واستراتيجية واضحة لكن لا يتم العمل عليها عابرة للحدود ليست لها هدف ولا فائدة عابرة أعتقد يعني براءة واضحة شكرا شكرا طيب بنا ضيوفنا تور محمد الأنظمة والتعليمات تم الحديث عنها بليار موك في المادة خمسة فقرة سبعة من تعليمات الإجراءات التأديبية للعام 2022 تقول بأنه يعاقب الطالب بإلغاء التسجيل لمساق أو أكثر أو بالفصل المؤقت لمدة فصل دراسي كل طالب يقوم بالمشاركة في أي تجمع داخل الجامعة من غير موافقة مسبقة من الجهات الجامعية المختصة أو الاشتراك في أي نشاط جماعي والفقرة باء يعاقب بالفصل المؤقت من فصلين إلى ثلاث فصول دراسية كل طالب يقوم بفعل أو مس الشعائر الدينية أو معتقدات البلاد أو يسيء للوحدة الوطنية أو يروج لأفكار إقليمية أو طائفية يعني نصوص بالمناسبة نصوص فضفاضة هل رح تروحوا على موضوع إلغاء الهايل أو إعادة النظر في أنظمة التأديب عندكم إحنا طبعا بالتأكيد يعني المادة خمسة بخصوص تعليمات مخالفات الطلبة كلنا بنعرف أنه يعني الطلاب هو محور العملية التدريسية في الجامعة وهم الشغل الشاغل بالنسبة لأعضاء الهي تدريسية في الجامعة بمعنى أنه كل ما هو موجود لخدمة أبنائنا الطلبة حتى الإجراءات وحتى النظام العمل الحزبي والتعليمات والأنظمة التي توضع في النهاية بما يتناسب مع مصلحة وخدمة أبنائنا الطلبة قبل لا تكمل أنا اللي خلاني أطرح هذا السؤال الزميل هناك لما قال أنه بعض الأحزاب أصلا غير قادرة على إقامة أي نشاط حزبي حسب هذا النص يعني ممكن أي واحد منهم يعاقب بإلغاء التسجيل لمساق أو أكثر يعني إذا هو الآل في التاليين وهنا فيه شكوى يعني إحنا لسهاتنا ما منعرف شيء كثير عن الأحزاب نعم يعني في المجمل أنه هاي المادة تشير إلى شروط إجرائية إدارية يجب اتباحها من خلال الطالب الحزبي المنتظم في الحزب لأداء نشاطه يجب أن تكون هناك إجراءات وشروط بيمشي فيها الطالب ويمشي فيها العميد ضمن تعليمات واضحة حول هذا النشاط الآن الهدف من ذلك ضبط العمل الحزبي داخل الجامعات الطالب يتقدم بنشاط حزبي بعد الموافقة من حقه أن يقيم النشاط حسب الأسود ما هي المشكلة بالموافقة على أي أساس بدأت تخضع يعني الأمين يعني أول شرط من أجل الموافقة على إقامة نشاط حزبي داخل الجامعة وبعد التأكيد يعني شبابنا ما شاء الله عليهم مثقفين الآن أول إجراء يجب أن نعمله التقدم من الطلب إحضار كتاب من الأمين العام للحزب الآن يجب أن نعي تماما أبنائنا وبناتنا الطلبة أن العمل الحزبي داخل الجامعات ليس للأحزاب للطلبة المنتميين في الأحزاب يجب أن نعي هذا الشئ تماما يعني تحكي لي أمين عام أمين سر ولا نائب رئيس حزب يقدم محاضرة لا الطلبة هم من ينظم ويدوير العمل الحزبي بالتنسيق والتوافق مع عمادة شؤون الطلبة باختصار كيف بدي أعمل حياة حزبية وهو سؤال كان موجه للهيئة وما في أغلبنا غير حزبيين هنا والنظام أشار على موضوع العاملين وليس الطلبة فقط في عندك خطة لتأهيل العاملين في المؤسسات التعليمية للتعامل مع الطلبة المشاركين في العمل السياسي وقلنا من الشوية صغيرة أنه من وضع هذا النظام أكاديميين ربما وليسوا بحزبيين نسمع رأيكم باختصار نعم نعم يعني احنا طبعا بالتأكيد يعني احنا بيدعم من إدارة الجامعة ممثل وعطوفة الدكتور إسلام الساد بالتأكيد تأهيل الكوادر الإدارية والفنية على قدم وساق وإحنا على تشاركية كبيرة مع الهيئة المستقلة للانتخابات من خلال الجلسات حوارية مناقشة تعليمات وأسس الانتخاب والمشاركة الحزبية بالنسبة للطلاب فلذلك إحنا في هذا المسار يعني قطعنا شرط كويس وأتوقع أنه حتى نظام الانتخاب المخترح اللي سيتم العمل به في المرحلة القادمة يتم بالتنسيق والتشاور مع الهيئة المستقلة للانتخاب شكرا دكتور صادق قبل أن تجيب على هذه الفكرة أريد منك عندكم المادي ثلاث الفقرانون بنظام التأديب يؤدي إلى الحرمان الدعوة إلى التنظيم الحزبي داخل الجامعة أو إلى أي أفكار سياسية قد يؤدي إلى الحرمان الفقر دال إقامة أي تنظيم داخل الجامعة أو المشاركة فيه من غير موافقة مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة يتعرض للعقوبة أين ترحب غيرها؟ نعم أنا أسلفت في بداية حديثي كل هذا الكلام الآن تم مناقشته وكان هناك يعني شيء واضح أي مادة في النظام أو التعليمات سواء الخاصة بنظام تأديب الطلبة أو بعضاهي التدريس أو بالإداريين تخالف نظام ممارس للنشطة الحزبية فهي إيش؟ فهي لا غير الأصل كل شيء ينسجم مع النظام وبناء عليه الآن الطالب مع نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الآن إذا كان إذا كان هذا الطالب هنا بسحب على أساس الأمرين يكونوا مع بعض الآن يعني جلال سيدنا تعرف الآن قضية أساسية هي تمكين الشباب والمرأة أنا الآن أحكي لك بالنسبة لي أنا بالنظام ممارسة الأنشطة الحزبية أريد فقط ثلاث طلبة ثلاث طلبة بأسمعهم الصريحة الواضحة يتقدموا يعني خليني يعملوا نشاط معين تمام إذا هذا الحزب له ثلاث طلاب وأكثر يستطيع أن يقدم فأنا كعميد يفترض أن أمشي بي أو أوافق أو أسير بالإجراءات التي يجب أن تكون في هذا الأمر الآن نقطة مهمة جدا بالنسبة أن الآن الطالب زمان إذا كان منتمي لحزب هذا كان يعاقب الآن بالعكس نحن كعمال شؤون طلبة نشجع الطلبة على الانتساب للأحزاب وأيضا بالعكس نحن من خلال مؤسسة ويلة عهد كان بالنسبة أنا نشارك لتخرجوا من الطلاب والآن مع المستقل للانتخابات كلها تحدثنا في ورش ولدوات كثيرة جدا عن هذا الموضوع فالآن أنا بالنسبة أننا كعمال شؤون طلبة نحن منسجمين تماما مع نظام ممارسة الانشطة الحزبية وأي طالب أي طالب يعني خليني أحكي لا قدر تم إيقاع عقوبة ولن يكون هناك إيقاع عقوبة للاشتراك بالانشطة الحزبية ما دام هنا نؤكد عليها ما دام ملتزما بنظام ممارسة الانشطة الحزبية الآن بالنسبة لأعضاء هي التدريس فرضا وعمدات شؤون الطلبة نعم أنا لو كنت نعم أنا لو كنت حزبي مثلا الآن أنا حزبي خارج أسوار الجامعة أنا إداري حزبي يعني أيضا خارج أسوار لكن داخل الحرم الجامعي حتى لو كان حزبي الآن الطلبة أرادوا أن خليني أحكي يقيموا نشاط معين للحزب أنا الأصل أني لا أشارك فيه ليش لأني أنا كعضوها التدريس الأصل أني أقسم على جميع الطلبة لا لا أنا أنا هنا أنا هنا بقصد موضوع التدريب نعم فوادر عمادة شؤون الطلبة وإلى آخره يعني تحديدا لأنهم على تماس مباشر مع الطلبة سيد علي الهيئة المستقلة ستعمل نماذج محاكاة زي ما هو بالانتخابات البلدية أو غيرها ويعني كيف بدنا عمل حياة حزبية أنا وأغلبنا غير حزبيين وأيضا تأهيل العاملين في المؤسسات التعليمية يعني هذا يحتاج أعتقد إلى مزيد من الانتباه والاهتمام فضل إذا بتسمح لأستاذ سامي بدي أبلش من السؤال ما يخص كيف نشتغل الأحزاب ونحن ما بنعرف عن الأحزاب يمكن كما أسلفت سابقا الهيئة المستقلة الانتخاب هي فعليا قاعدة تشتغل على موضوع بناء القدرات والتدريب والتوعي لكن الهيئة المستقلة الانتخاب ليست وحدها من تعمل على عملية التوعي وتثقيف في جهات رسمية وجهات غير رسمية أيضا تعمل مع الهيئة المستقلة الانتخاب إذا سألتني كيف بقدر أثقف حالي كيف بقدر أستزيد في أكثر من طريقة الهيئة المستقلة الموجودة أبوابها مفتوحة دائما لأي شخص بده يستفسر بده يسأل عن أي شيء مواقع التواصل الاجتماعي الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وبدعوك أنك تنتظم بالبرامج اللي موجودة داخل الجامعات زي ما حكى الدكتور برنامج أنا وشاركه برنامج رائد عم بيحكي عن بناء قدرات الشباب وعن بيحكي عن الأحزاب عم بيشرح عن الأحزاب بيشرح عن التعددية بيشرح عن الحوار وتقبل آخر فأعتقد تقدر تستزيد من هذا الموضوع أكيد إحنا منطمح أن نوصل لجميع جميع الناس خاصة يعني إذا أبدأ أحكي عن برنامج رائد نفذته الهيئة خارج الجامعات الهيئة اشتغلت مع وزارة الشباب ونحن نفخر بشركتنا مع وزارة الشباب على زيارة معسكرات الحسين العمل والبناء والتقط بالناغبين الجدد جميل خلينا نحكي بمناطق كثيرة متوزعة بكل أنحاء المملكة هذا ما يخص كيف أستزيد بموضوع الأحزاب هلأ ما يخص الشق اللي هو الخاص بموضوع بناء قدرات العاملين داخل الجامعات هلأ أستاذ سامي نحترم قدسية وخصوصية الجامعات في حال تم الطلب من الهيئة المستقلة للانتخاب تقديم دورات تدريبية تدريم برامج خاصة ببناء القدرات الهيئة ستكون أكيد جاهزة والهيئة يعني عندها كوادر مؤهلة وقادرة على تفسير المصطلحات والقوانين بما يخص المحكاة أكيد الهيئة عم بتحضر لبرامج بتحكي بتشرح عملية الاقتراع وبتشرح تعمل محكاة عن العملية الانتخابية كيف رح تصير إن شاء الله خلال الفترة القادمة رح تكونوا شايفين مع حفظ الألقاب على الجنيدي شكرا جزيلا لك محمد خلف ديابات شكرا جزيلا لك صادق شديفات شكرا جزيلا لك وأنتم ضيوف البرنامج من جامعة ليرموك وغيرها من الجامعات لكم جزيلا الشكر أما أنتم مشاهدين الكرام نلتقي بكم في الأسبوع القادمة إلى اللقاء شكرا جزيلا لك